اشتركوا في القناة كذلك بالمستمع الكريم عبر الاف ام اهلا ومرحبا بالجمهور الحاضر هنا في قلب هذا الميدان لحضور منافسات وتحديات هذه الاشواط الصباحية اهلا ومرحبا بحضراتكم ايها الاخوة المتابعون في كل مكان بسم الله وعلى بركة الله تعطي اشارة البداية لانطلاقة اول اشواط هذا المحلي السادس من هنا من ارضية هذا الميدان لهذا السن لسن الحقائق من مسافة الاربع كيلو مترات نعم شوطن الاول الرئيسي هو شوطن الذي نشاهده عبر هذه الشاشة وعبر هذا النقل في هذه اللحظات شوطن الرئيسي المخصص لفئة البكار لهذا السن لسن الحقائق بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما نطلب السدادة وتوفيق والنجاح البداية مع المركز الاول ومن تقود هذا المسار تحتل المركز الاول الضبي لفران بن عتيق بن محمد البريدي هو من يتقدم في هذه اللحظات مع انطلاقة الضبي بينما تليها على مستوى المركز الثاني هذه من تتقدم صوقة لجابر بن سالم بن سعد النابت هو من يقدم لنا صوقة على مستوى المركز الثاني ثالثا ومن تتقدم هنا عدامة تعود ملكيتها لعلي بن سالم بن علي بن متعب الصعاق يقدم لنا عدامة الدور عند المركز الرابع اللي تاتينا امكلفة تعود ملكيتها لسالم بن هادي بن سالم باللفجح من يتقدم مع امكلفة ولكن التقدم في هذه اللحظات من قبل متاهة جار الله بن حمد بن جار الله بن جهويل يقدم لنا متاهة على مستوى المركز الخامس هذا هو ندان مشاهدين ومستمعين لا فاضل للمراكز الخمسة الاولى المتقدمة اتممناها على مسامعكم وعلى حضراتكم نعود بالصوت والصورة الى مقدمة هذا الشور الصدارة والمقدمة هنا مشاهدين لا فاضل مع صوقة جابر بن سالم بن سعد النابت هو من قير المقدمة واحتل المركز الاول في هذه اللحظات عند انتصاف المسافة تنتصف مسافتنا يتبقى لنا اثنين كيلو متر والقيادة مع صوقة في هذه اللحظات بينما الضبي تتراجع قليلا الى المركز الثاني تعود ملكية الضبي لفاران بن عتيق بن محمد البريدي من يأتينا ويحتل المركز الثاني الدور عند المركز الثالث ناخذ اللي تتقدم عدامه تعود ملكيتها لعلي بن سالم بن علي بمتعب الصعاق يقدم لنا عدامه ننتقل مباشرة الى المركز الرابع ومن تتقدم فيه امجاد بخيط بن حمد بن علي بن مقارح يقدم لنا امجاد على مستوى المركز الرابع ناخذ المركز الخامس اللي تصل فيه متاهة تعود ملكيتها لجر الله بن حمد بن جر الله بن جهويل اسماء لم يحن موعد دخولها اسماء لم تصل حتى هذه اللحظات في دائرة النداء والاذاعة ولكن ستشاهدونها في الامتار الاخيرة هذا اذا تقدمت نعم معنا في المركز الاول وحتى المركز الخامس الف وميتين الف وميتين الف وميتين يا من يريد نموس الشوط الاول الف وميتين على خط النهاية يا السلام يا السلام تحركت تحركت السبق تحركت هذه الهجن مع الكيلو متر الاخير اقلع فاران اقلع فاران راع الظبي يقلع في هذه الاثناء يحتل المركز الاول فاران 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 بن عتيق بن محمد البريدي مع الظبي مع المركز الاول يتقدم هذه الاسماء يتألق في هذه اللحظات يحتل المركز الاول يا السلام يا السلام الظبي يا الظبي يا الظبي الظبي مع المركز الاول الظبي مع القيادة مع فران بن عتيق مع صدارتي هذا الشوت يا السلام شوف اللي تحركت شوف اللي تقدمت في هذه اللحظات هذه النشمية أعزيز بن سعيد بن سلطان الجحافي مع النشمية يا السلام طارت الطيور بأرزاقها هنا على المركز الثالث الوصول والتقدم من جلمودة عايض بن عبدالله بن ابداح الهاجري وعلى المركز الرابع شوف اللي وصلت وتقدمت هنا ملامح سعيد بن راشد الزعبي مع المركز الثالث يا السلام ولكن نعود نعود إلى مقدمة الشوت نموس الشوت الأول هل سيكون الزعبي يا الجنرال الجنرال أغير الأمور أغير الأمور الجنرال الله يسعد صباحك يا براشد سعيد بن راشد الزعبي والتهنية موصولة لراشد بن سعيد الزعبي على هذا النموس يا السلام تهانينة والنموس لمالك ملامح من حازت على نموسي هذا الشوت الأول المركز الثاني وصلت على المركز الثاني النشمية لعزيز بن سعيد بن سلطان الجحافي المركز الثالث تصل على المركز الثالث الضبي لفران بن عتيق بن محمد البريدي المركز الرابع وصلت على المركز الرابع جلمودة لعايض بن عبد الله بن ابداح الهاجري المركز الخامس صوغة لجابر بن سالم بن سعد أنبت هذه النتيجة مشاهديننا ومستمعيننا في كل مكان إذن أيها الحفل الكريم مشاهديننا أينما كنتم تهانينة والنموس لجميع الأخوة الفائزين ونخص بالتهنية لمالك ملامح من أتتنا في الأمتار الأخيرة وخطفت هذا النموس نموس الشوت الأول قاطعة مسافة الأربع كيلو متر في زمن مقدارة ست دقائق وبدون أي ثانية وستة وثمانين جزءا من الثانية تهانينة والنموس